سي محمد ريدا اليوم بغينا نعرف أكثر على هالتطبيق وشنو اللي يدفعكم أنكم يعني ديروا واحد تطبيق اللي مرتبط بالتبرع بالدمر هالغوات التطبيق لنا اللي قدرناه لأنساس باش نشجع المغاربة باش يتبرعوا باش يمشيوا ويتبرعوا بادة عاملات باش يتبرعوا بالدمر شنو اللي يدفعنا وشجعنا باش نقوم بادة العملية باش نخرجوا هالتتطبيق لنا كان مشكل كبير في خزائن مخزون الدم نعم مخزون الدم في المراكز الدم في المغرب خصوصا بالتربيطة والمدن الكبيرة نحنا يا كنخدم في مجال الرقمي ومجال ديجيتال قلنا كيفاش ممكننا نساعدو الوطن دينا قلنا نخرجوا واحد تطبيق اللي غادي عاون المغاربة اللي غادي شجعهم ويدفاعهم ويعطهم جميع المعلومات على التبرع بالدمر بزاف الناس ده اللي كيسمعونا غادي يقولوا شنو عالقة هالتطبيق هاد الابليكاشا بالتبرع بالدمر شنو هي الامور اللي غادي سهل إلينا حيث بزاف الناس ما عندهمش جميع المعلومات على التبرع بالدم ما كيقول لك ما كان عرش فين ولا كان خاف ولا ما 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 عنده التاج زي ما ما عمرو ما تحتلية الفكرة تلتبرع بالدم بزاف دل بزاف دل بزال مجالات الناس ما لقناهم حتى مشي ناس قصينا بزاد الناس قبل من من خرجوا طبعا كندير واحد صنداج عالدن واحد صنداج دلنا واحد يونيتود وعالقنا بالناس بزاف بزاد الناس ما 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 عارفينش للمجال دلتبرع بالدم ما كيش واحد تحسيس بزاف معلومات والتعليم من النظرة يعني كيف كيف ممكن تتعطيك ستأتي بالكارت ناسيولال والتعليم من الآخر بزاف دليل مركز الجهوي والروب وى تتميث ايضا عن الاختبار في التطبيق مثلا ايضا عن الاختبار وشفيك لانيمي